في حلقة اليوم للشهر الثامن من الحمل تحدث العديد من التغيرات في الشهر الثامن من الحمل والذي يمتد من الأسبوع التاسع والعشرين حتى نهاية الأسبوع الثاني والثلاثين ويعد الشهر الثامن من ضمن السلس الأخير من الحمل والذي يشكل مصدر قلق بالنسبة للأم كون موعد الولادة يقترب ولا تقتصر التغيرات على الحامل فحسب إنما تشمل التغيرات الجنين أيضا وقد تحدث بعض المضاعفات في الشهر الثامن من الحمل ويعود سبب هذه التغيرات الجسدية التي تصيب الحامل إلى التغيرات الهمونية ومن المحتمل أن تشعر الحامل مع دخولها في الأشهر الأخيرة من الحمل بما فيها الشهر الثامن بمزيد من الضغط على منطقة الحوض وهو أمر طبيعي وشائع إذ أن الجنين ينمو بسرعة كبيرة كما أنه يضغط على الأعصاب في المهبل والساقين وهذا يؤدي إلى الشعور بمزيد من الضغط والتعب ويشير الأطباء إلى أن تشنجات خلال الثلث الأخير من الحمل لا تعد أمرا طبيعيا وينبغي على الحامل عند الشعور بالمرص أو تشنجات البطن مواجعة الطبيب فورا فقد يكون المرص في الشهر الثامن دلالة على الولادة المبكرة علما أن الأعراض تختلف من إمرأة إلى أخرى ولا يقتصر حدوث المرص على الشهر الثامن فقد يحدث في الثلث الأول والثاني من الحمل كون عضلات الرحم تبدأ بالتمدد والتوسع هذا يؤدي إلى تشنجات في البطن قد يتشابه المرص في الحمل مع مرص الدورة الشهرية وهو أم طبيعي لا يستدعي القلق كما تتضمن أعراض الحمل في الشهر الثامن ما يليه أولا زيادة الوزن إذ أن وزن الحامل يزداد في الشهر الثامن فإذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 25 فسوف يتراوح الوزن الزائد ما بين 8 إلى 9 كيلو جرام أما إذا كان مؤشر كتلة الجسم يتراوح ما بين 25 إلى 30 فإن الوزن الزائد سوف يتراوح ما بين 5 إلى 6 كيلو جرام ويزداد وزن الحامل ما بين 4 إلى 5 كيلو جرام عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 ثانيا ضيق في التنفس يتسبب الضغط على الرحم المتزايد بالضغط على الحجاب الحاجز هذا يجعل التنفس صعبا على الحامل في الشهر الثامن ثالثا التعب والإرهاق فكون الجسم يعمل بصورة إضافية ليؤمن احتياجات الجنين والأم رابعا احتقان الأنف تتمدد أخشية الأنف مع ارتفاع مستويات هيرمون الإستروجين هذا يتسبب بمرور مزيد من المخاط مما يؤدي إلى احتقان الأنف خامسا حرقة المعدة إذ يضغط الرحم الذي ينمو على المعدة مما يتسبب بدخول أحماض المعدة إلى المريء بالتالي إصابة الحامل بحرقة في المعدة سادسا انتفاخ البطن فتزداد مستويات هيرمون البروجسترون في الشهر الثامن من الحمل هذا يؤدي إلى انتفاخ بطن الحامل سابعا الإمساك فعندما تتباطع عملية الهضم يبقى الطعام فترة أطول في الأمعاء مما يؤدي إلى إصابة الحامل بالإمساك ثامنا البواسير فكون الرحم ينمو فإن ذلك يضغط على الوريد الأجوف السفلي وهو الوريد الأكبر في الجسم ذلك يؤدي إلى تجمع الدم في الأوردة بالتالي توسع علويات الدموية بالقرب من منطقة الشرج والإصابة بالبواسير التي تكون مؤلمة كما يقيد الضغط على الرحم تدفق الدم إلى أوردة الساقين مما يسبب تورم الأوريات الدموية في الساقين والإصابة بالدوالي ثامنا احتباس السوائل في الجسم والذي يؤدي إلى تورم الكاحلين والقدمين تاسعا آلام الظهر عاشرا الأرق إحدى عشر زيادة الإفرازات المهبلية مع تليون عنق الرحم والجدار المهبلي أثناء فترة الحمل فتظهر إفرازات بيضاء والتي تزداد في الشهر الثامن من الحمل إثنى عشر البطن في الشهر الثامن يكون أكثر وضوحا ويهبط إلى الأسفل قليلا عندما يغير الجنين وضعيته ليهبط إلى أسفل الرحم ثلاثة عشر من الممكن أن يحدث تساقط للشعر في الشهر الثامن هذا نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث في هذا الشهر أربعة عشر في الشهر الثامن من الحمل يبدأ الثدي بتسريب سائل أصفر يسمى اللبأ كما يتغير لون الحلمة المحيط بالثدي لتصبح ذات لون غامق كما يظهر خط غامق من البطن حتى منطقة العانة أخيرا مزاج الحامل في الشهر الثامن يكون متقلبا فقد تكون قلقة مع اقتراب موعد الولادة ومن الممكن أن يحدث خلال الشهر الثامن العديد من المضاعفات والتي تتضمن ما يليه أولا النزيف فيشير النزيف بعد الأسبوع الثامن والعشرين إلى حالة طوارئ تستدعي مراجعة الطبيب فورا وقد يكون خفيفا أو شديدا وقد يصاحبه ألم بطني وقد يحدث نزيف الحمل نتيجة العديد من الأسباب مثل مشاكل المشيمة بما فيها انزياح المشيمة أو انفصالها إذ أن المشيمة تخرج من جدار الرحم بالإضافة إلى تمزق الرحم ثانيا الولادة المبكرة فينبغي على جميع النساء الحوامل معرفة أعراض الولادة المبكرة هذا لتجنب حدوث مضاعفات تتضمن هذه الأعراض حدوث أكثر من خمسة تقلصات في الساعة ونزول دم أحمر باهة اللون من المهبل وتورم في اليدين والوجه وألم أثناء التبول وألم مستمر في المعدة والتقيق الحاد المستمر وألم شديد في الظهر والضغط على منطقة الحوط ويجري الطبيب خلال السلس الأخير من الحمل العديد من الفحوصات هذا لتجنب حدوث مضاعفات تتضمن هذه الفحوصات ما يلي أولا قياس وزن الحامل ثانيا فحص ضغط الدم ثالثا فحص مستويات السكر والبروتين هذا من خلال تحليل عينة من البول ومن الممكن أن يشير ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بالسكر أثناء الحمل أما ارتفاع البروتين فهو دلالة على حدوث ما قبل تسمم الحمل رابعا فحص البطن للتحقق من نمو الجنين خامسا فحص عنق الرحم هذا للتحقق من تمدده بصورة طبيعية سادسا فحص الدم وذلك بهدف الكشف عن الإصابة بفقر الدم وهو حالة مرضية لا يكون فيها لدى المصاب ما يكفي من كريات الدم الحمراء الطبيعية سابعا التصوير بالموجات فوق الصوتية كما هو الحال في الأشهر السابقة من الحمل فيجري الطبيب تصويرا بالموجات فوق الصوتية للتأكد من نمو الجنين الطبيعي بالإضافة إلى الفحص الإلكتروني لضربات قلب الجنين سابعا فحص بكتيريا العقديات من المجموعة باء وهي بكتيريا قد تسبب التهابا في الأمعاء أو المثانة أو المهبل أو الحلق وقد تؤدي إلى موت الأطفال حديثي الولادة ويجرى فحص هذه البكتيريا من خلال أغضعينة من أنسجة المهبل وإذا كانت النتيجة إيجابية فإن الطبيب يصف المضادات الحيوية قبل الولادة لتفادي انتقال العدوى إلى الجنين ثامنا فحص الأمراض المنقولة جنسيا بما فيها فحص الكلاميديا وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري والسيلان ثامنا فحص السائل الأمينوسي أخيرا اختبار عدم الإجهاد أثناء الحمل هو فحص يكشف عن معدل ضربات قلب الجنين أثناء تحركه ويجرى هذا الاقتبار عندما لا يتحرك الطفل بصورة طبيعية